بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل. النهار ده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المشوي. انا عندي سمك بلتي. زي كده. كبير. غسلته. وفتحت البطن. وغسلت الخاشين كويس. ونضفتها بالشكل ده. علشان احنا مش بنشوي السمك بالاحشاء بتاعته. آآ تمام. بس اسبت الكشور والزعانف زي ما هي عادي. احنا عارفين السمك المشوي بيبقى كده. وجبتي التدبيل عندي قرن فلفل سبايسي. وعندي راس توم. وعندي آآ لامونة بقشرها عادي. ومعلقة كسبرة صويرة. وآآ معلقة ونص ملح. ومعلقة كامون. هبتدي بقى اجيب الكبه بتاعتي. انزل آآ فيها بالآ مكونات التوابل بتاعتي دي. اللي هتابل بيها السمك. الفلفل والتم واللمون والآآ الكسبرة. والملح. هبتدي بقى اضربهم. ضربة خشنة كده. انا مش عايزهم عصير. عايزهم كده ايه? آآ متقطعين. تقطع تقطيع صغير. مش معصورين. آآ هبتدي بقى اضربهم. زي ما احنا شايفين كده في الكبه. اضربهم كده. فارم مش ناعم قوي. ارتدي اشوف. زي ما احنا شايفين كده اشيل السكينة بتاعتي. واحط عليهم تقريبا آآ كوباية ونص مية. علشان يكفي تدبيل السمك كمية السمك اللي عندي. واقلبه كويس قوي بالمعلقة كده. عشان خاطر الملح اللي عندي يدوب. هتأكد المدبل كامل. والتوابل كده تتجنس مع بعضها. بتدي اصبه بقى في البولة بتاعتي. وانزل بالملح وانزل بكل حاجة. واقلبه تماما. بقى شكله زي ما احنا شايفين كده. عندي معلقة من الكزبرة. هنمقطعها. بتعطيها صغير كده. دي بس فايدتها انها هبتدي ايه? آآ جمال في الالوان كده. يعني يبقى فيه كونترست كده. تنقط في الالوان احمر واخضر وابيض. والدنيا تبقى شكلها حلوة كده. وانتي بتتبيلي السمك بتاعي. خلصنا التتبيلة بتاعتنا. هنبتدي لشوي السمك. ودلوقت يا حبيبي زي ما احنا شايفين مع بعض انا ولعت الفرن بتاعي من الناحيتين كده من هنا ومن هنا ومن تحت كمان علشان خاطر يسخن قوي قبل ما ادخل بالسمك. آآ وطبعا علشان نشوي السمك اول حاجة لازم نحط نرش رشة كده من الردة. آآ هي النخالة بتاعتنا على ارضية الفرن كده لحد ما آآ نشوفها اتحرقت نبتدي ندخل بالسمك. علشان خاطر نتأكد ان الفرن بتاعنا سخن قوي. ونجيب الردة بتاعتنا زي ما احنا شايفين انا حطها في كيس كده عشان متبهدلش معي المكان. وابتدي ابدر السمك بتاعي. من كل ناحية كده. وكوني حريصة دايما ان ما تدخليش آآ ردة جوة آآ بطن السمكة. وابتدي بقى. نخلص التدبيل لتبدير السمك كله بش الكامل. زي ما احنا شايفين. ونتطمن بقى ان الفرن بتاعنا ردة تحرقت جوها كده. يعني سخن سخن قوي. ابتدي. ارص كده السمك بتاعي. واحدة واحدة. جنب بعضه. واشوف اكتر منطقة في الفرن. انا عارفة ان هي بتبقى سخنة. احط السمك بتاعي فيها. علشان يستوي معي كويس. آآ ابتدي بقى اكمل بقية رص السمك. انا كده رصيته بالكامل زي ما احنا شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ابتدي بقى. اقفل الفرن شوية كده عليه. واعلي النار من الجنبين ومن تحت. لحد ما يبتدي يستوي معي. وما قلبش السمك الا لما آآ اتأكد انه هو احمر. آآ ما شاء الله ابتدى ياخد لون من فوق اهو. اتطمن انه اخد لون من تحت كمان. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن. آآ احمر من تحت. في الوقت ده آآ ممكن اقلبه عادي. لاني ابقى متطمنة انه مش هيتكسر معي ولا يتهرس. خلاص انا قلبت السمك بتاعي. اسيبه بقى يتحمر من الوش التاني. من ناحية التانية. واحاول دايما اخلي راس السمك ناحية الاكتر مكان سخن في الفرن. علشان يستوي معي. واتطمن ان هو ما فيش فيه اي دم ولا حاجة. خلاص السمك معي دلوقتي آآ اتحمر. انا مش هآ احمره اكتر من كده او يتمررش معي او ينشف. هبتدي بقى اخرجه من الفرن. وعندي التدبيلة ما شاء الله اللي انا مجهزها. اللي بها تقليبة كده. وابتدي بقى على السمك وهو خارج من الفرن كده بيدخن لسه. انزل عليه بالتدبيلة اللي بتاعتي. آآ هي ساعة وهو سخن. هيشرب على طول. ويبتدي بقى آآ يشرب الملح بتاعه. ويبقى تحفى معانا ان شاء الله. طعم وريحة. وجمال الوان زي ما احنا شايفين كده. اسقي كله بالكامل. طبعا انا بحط التدبيلة بس من فوق. وهي بتنزل عليه من تحت. اللي بيسيل منها بينزل في الصنية بتاعتي. والسمك بيشرب من تحت. ويبقى شارب من فوق ومن تحت. لو حابة تحط التدبيلة بتاعتك في حاجة واسعة شوية وتنزلي بالسمكة بالكامل وتقلبيها فيها مفيش مانا. بس الطريقة دي سهلة وتأكد ان هو هيبقى ايه? متملح معاكي بالكامل. آآ طبعا شايفين الالوان جمالها حلو ازاي? تفتح النفس. آآ كده خلاص احنا عملنا مع بعض السمك المشوي. بطريقة تحفى. هننزل بباقي الكمية. وبطريقة سهلة. وما خدش مننا وقت خالص. وشايفين شاكله زي آآ امر ازاي? آآ ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وتعملوا لي بقى لايك وشير عشان نتقابل في فيديو جديد.